في المؤتمر الدولي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجونيف أشاد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيو جراندي بالدور الإنساني للمملكة العربية السعودية واستجابتها للنداءات الإنسانية الدولية وتعاونها المستمر مع منظمات الأمم المتحدة من أجل تنفيذ خطط وبرامج القضايا الإنسانية العاجلة تشارك المملكة في المؤتمر الدولي للاجئين كشريك استراتيجي حيث تعتبر المملكة من أكبر الدول المانحة لبرامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويقدر دعم المملكة لبرامج مفوضية شؤون اللاجئين هذا العام بحوالي 31 مليون دولار أو ما يزيد دعم لبرامج العوضة الطوعية للاجئين والنازحين في كلنا من اليمن وسوريا وأفغانستان ولاجئي الروهينغا إن بلاد المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم القضايا الإنسانية حول العالم لا سيما اللاجئين والنازحين قسرا يصل إجمال مساهمات المملكة العربية السعودية لمفوضية اللاجئين خلال عام 2020 إلى 31 مليون دولار أمريكي وأكثر من 304 مليون دولار أمريكي خلال العشر سنوات الماضية تقود المملكة تحالفا دوليا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة منها منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا مما جعل كثير من المراقبين يصفون المملكة بالمنصة الدولية للعمل الإنساني ممثلة في مركز الملك سلمان للأعمال الخيرية الذي يعتبر نافذة المملكة الإنسانية للعالم إشادة المفاوضة السامي لشؤون اللاجئين بدور المملكة العربية السعودية في العمل الإنساني يؤكد حضور مملكة الإنسانية في الساحة الدولية طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف ترجمة نانسي قنقر